موسيقى وبعد زيارته القصيرة للخرطوم يتوجه الرئيس مساء اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين حيث يبدأ زيارة لألمانيا تستمر يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الألمان على رأسهم المستشارة أنجلا ميركل وتعد زيارة الرئيس لألمانيا إضافة جديدة للعلاقات الراسخة بين البلدين وتمتد العلاقات الحديثة منذ خمسينات القرن الماضي في حين تعد ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبي مع مصر لعل تاريخ مصر الطويل وأهميتها الاستراتيجية في منطقتها هو ما جعل دولة بحجم ألمانيا تسعى لتطوير علاقتها مع القاهرة والتي تعود لخمسينيات القرن الماضي فالقاهرة مفتاح الشرق ومؤشر استقرار المنطقة ومثلها برلين رابط شمال أوروبا بجنوبها وشرقها بغربها وإحدى القوى الاقتصادية القبرى في العالم كان لابد لهما أن يطور علاقتهما خصوصا بعد طفرة تشهدها مصر في أعقاب الثلاثين من يونيو طفرة رأت مصر أن دعمها اقتصاديا أولوية في كل زيارة خارجية قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب مشاركته في الفاعليات الدولية كمنتدى ديفوز وفيه التقى بالمستشارة الألمانية أنجلا ميركل وقبل دعوتها مؤتمر شرم الشيخ أيضا كان نقطة تحول جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين فشهد توقيع مذكرات تفاهم لدعم الاقتصاد المصري أهمها عقود لشركة سيمينز لإنشاء محطات توليد كهرباء في مصر هذا ليس كل شيء فالعلاقات الاقتصادية بين البلدين تاريخها طويل ونتائجها مثمرة فحجم التبادل التجاري بلغ حتى العام الماضي أربعة مليارات وأربعمائة مليون يورو ليكون الأعلى في تاريخ العلاقات بين البلدين منها مليار ونصف المليار يورو صادرات مصرية في حين بلغ حجم الواردات مليارين وثمانمائة مليون يورو لتزيد بذلك الصادرات المصرية للضعف خلال خمس سنوات وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن هناك تسعمائة شركة ألمانية تعمل في مصر كما يبلغ حجم الاستثمارات الألمانية قرابة الملياري يورو ولعل اهتمام الألماني الكبير بالثقافة المصرية جعلت دولة الواقعة شمال إفريقيا مصدر جذب لثمانمائة ألف سائح ألماني توفد عليها العام الماضي وسط توقعات بوصول مليون سائح العام الجاري ولأنها علاقات مهمة للبلدين كان لزاما على قيادتيهما أن يطورها وهو ما يحاول السيسي فعله الآن جعل ألمانيا على أجندته الخارجية الحافلة قبل حتى أن يتم عامه الأول في الحكم حل عبد المقصود النهار اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر